دكتور مدبولي تكلم كمان عن ان الاسبوع ده شهد حدثين مهمين في قطاع الطاقة الاول هو اطلاق اول سوق طوعي للكربون من خلال هيئة الرقابة المالية وده شيء مهم في تحفيز الطاقة الخضراء تمان اعلن دكتور مدبولي بصورة رسمية عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون واللي وضعت بصورة رسمية من قبل الدولة واطلقتها فعليا ونحن متحركين جدا في هذا المجال كما صرح دكتور مصطفى مدبولي الحقيقة هذا الاسبوع شهد حدثين مهمين جدا في قطاع الطاقة الجزء الاول هو اطلاق اول سوق طوعي للكربون من خلال هيئة الرقابة المالية وده شيء مهم جدا في تحفيز الطاقة الخضراء واعلننا بصورة رسمية عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون ايضا ووضعت بصورة رسمية والدولة اطلقتها ودول احنا متحركين بصورة كبيرة جدا في هذا المجال النهاردة كنا يعني مجلس الوزراء اعتمد مشروعين كبار جدا في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لمستثمرين اجانب باستثمر اجنبي مباشر من الخارج عشان نستهدف الدولة المصرية ان السنة الجاية زي ما قلت لحضراتكم اكتر من اربعة جيجا ان شاء الله حيكونوا دخلوا للشبكة المصرية من الطاقات الجديدة والمتجددة ولكن بنتكلم على 28 جيجا على مدار الخمس الى سبع سنوات القادمين حيدخلوا علشان نحل بيهم جزء كبير جدا من مشكلة الطاقة الموجودة لان رؤيتنا عندنا مستهدفات واضحة 20-30 يبقى هناك نسبة ليست بالقليلة لموضوع الطاقة الخضراء والطاقة الجديدة والمتجددة بنترجمها النهاردة خلاص لخطوات تنفيذية مشروعات اللي بتتقدم بخطة تنفيذ بتتابع كل 6 شهور النهاردة كل يعني اسبوع سيد وزير الكهرباء بيدخل للمجلس عشان نعتمد عدد من هذه المشروعات وبنتابع تنفيذها على الارض وده شيء مهم جدا في هذا الشكل ترجمة نانسي قنقر